مرحبا بكم متابعي قناة سابعة أينما كنتم وأينما وجدتم جئنا اليوم للتنديد بالاتهامات الخطيرة التي طنل طالت قناة سابعة وكل العاملين بها من صحفيين وتقنيين وجاء ذلك بعد التصريحات الخطيرة التي أدلت بها إدارة نادي شبيبة القبائل من خلال مقطع الفيديو الذي نشر في الصفحة الرسمية للنادي محامي النادي في تصريحاته اتهم قناة سابعة بالعذاء لمنطقة القبائل والعنصرية وهذا يحدث في الوقت الذي حدرت فيه السلطات الرسمية وعلى رأسها رئيس الجمهورية من الفتنة والتفرقة بين الجزائريين حديث محامي جيسكا عن الفتنة بين الأنصار وهدم النادي وعلاقة القناة برئيس النادي السابق يقصد به حناشي وأن القناة تورطت في ما يقوله هو كذب وافتراء بدون أي دليل ومحاولة تأليب مناصر شبيبة القبائل على القناة وصحفيها قد وضع العاملين بالقناة في وضع نفسي حرش جدا بل يهدد حياتهم من طرف بعض العنصريين ما يمكن أن نقوله أن محاولة إدارة النادي قد أو يمكن أنها بهذا الفعل تحاول توريط أنصار شبيبة القبائل في أمور خارجة عن كرة القدم والدفع بهم نحو المجهول عبر التحريض الغير مباشر على الصحفيين لهو سابقة خاطيرة في تاريخ شبيبة القبائل وعليه تحمل قناة سابعة إدارة شبيبة القبائل المسؤولية الكاملة في كل ما يمكن أن ينجر عنه هذا التحريض العنصري الذي أقدمت عليه ضد صحفي القناة كما نطلب من السلطات الوصية بالتدخل لتوقيف استعمال نادي كوراوي كجيسكا في أعمال تذهب إلى أعمال تحريضية وعنصرية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر